المسجد الأقصى يعيش كسائر أيامه ومدينة القدس تعيش كسائر أيامها مرحلة متقدمة من التهويد مرحلة متقدمة متطورة يستغل فيها الاحتلال الصهيوني هذه الظروف التي تعيشها المنطقة بشكل عام الظروف الصحية ظروف كورونا ليصعد من وطيرته من مخططاته لخنق أهل هذه المدينة أكثر وأكثر ليتنازلوا عن صمودهم المسجد الأقصى يتعرض إلى تصعيد كبير من عملية الاقتحام إذا نقارن كورونولوجيا التهويد والاقتحامات للمسجد الأقصى على مدار سنوات نجد أنه خلال هذه السنة وصلت إلى اقتحامات تتصف بالوقاحة بحيث فيها استفزاز لمشاعر المسلمين زيادة عددية تطور كبير على مستوى الهدم للبيوت تأسفنا وتابعنا على وسائل الإعلام هدم بيت حارس المسجد الأقصى عليان وهو بيت من أربع شقق والعائلته الآن معتكفة ومرابطة على خيام على أنقاض هذا البيت ليس سهل أن يهدم للإنسان بيته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة